اشتركوا في القناة وكيف أن موريتانيا اليوم لأول مرة تأهل تاني لها ربما في كأس إفريقيا توجد الآن في الدور الثاني عمل كبير هناك من يجيد الكولاسة هذا هو الفرق الكبير أن تعرف كيف تجيد الكولاسة أحمد يحيى لم يجيد الكولاسة فقط بل استعانى بالكاف واستعانى بعلاقاته في الكاف من أجل تطوير الكورة الموريتانية اليوم تفوق الكورة الموريتانية على المنتخب الجزائري لم يأتي من فراغ بل من العمل الجاد ما يمكنش أن نقوله تحت سو معلق والحجام لأن اليوم العمل هو اللي كي يجين التمار دياله وما يمكنش أننا نلقيه الفشل ديالنا ونشمع ديال الفشل ديالنا على على أشخاص معينين وأخصوا بالذكر فوزير القجاع لأنه فوزير القجاع رئيس الاتحاد المغربي ويشتغل على أساس تطوير الكورة المغربية واليوم هالتطوير اللي وصلت له سواء الموريتانية والمغرب فهو بالعمل 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 والنهزام ديال فارق منتخذ الجزائري صراحة كأسف نحن كاملين ولو نحن مغاربة لكن الانهزام سبب دياله الرئيسي وهو الإعلام الجزائري اللي ضخم هذا الفارق وفي العودة ما الجامعة ديال الجزائريات تبقى قابل المشاكي اللي عندها تبقى هي الهدف الواحد دياله هو المغرب والمغرب هو ده بداز لدور ثاني في حل جزائر هيا كارثة بالنسبة للريادة وصراحة نحن ما كنا بالنسبة لأنا كنقول لهذوك الإعلام الجزائري في العودة من صح الأخطاء اللي عنده داخل الجامعة الجزائرية مقابل القجاع القجاع رخدام وغادي وكتشوفوا المستوى اللي يوصل للمغرب لف جميع الريادات حن مغنى دروش غير علم المنتخب ولا كأس إفريقية احنا غادي نقوله كأس العالم توا كان في هاد الكولاسة اللي كتضر عليها الإعلام الجزائري وحنا معروف عندنا احنا ولينا كمغاربة احنا كالشعب راك نحبو بعضياتنا ولكن كحكومات راك نعرفوش كونك يسير بالنسبة للمغرب رادي رادي كسياسة دي الاناقا وغادي ما كيروتش بالميت ولكن الخيار اللي اختار الجزائر الاعلام الجزائري بالضبط والكابرانات وهو الكي عادي والمغاربة يعني بشي حاجة اللي ما غادي ترجع عليهم إلا بنقولوا بالمشاكل وهو ما دا بنيت غادي شوفوا ما يقدروا باش يكذبوا مرة فرع للشعب باش غادي قولوا اللي عاودتان را المغرب اللي قصانا را السياسة اللي غادة بها الجزائر يلي كتتحاول ما أمكن تغطي عيوبها بعيوب بنجاح دي الناس فرين والمغرب كنقولوا اليوم إن شاء الله ذاك شي اللي داروا في كأس العالم غادي يكون إن شاء الله في كأس نحن ما كانت تشفوش في المنتخب الجزائري ولا الشعب الجزائري بالعكس كيف قلتها المشكل كان الأساسي وهو الحكومة الجزائرية وإعلام لدخم الأمور كاملة وبقاوموا مقابلين غير المغرب للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابنوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة MDGS نربح الرياضة